الخير على كل حبيبي و أهلا وسهلا بكم يا ربي الجميع يكون بألف خير تعالوا بأن شوف الخبر ده معنا صب زيدا بأنوف المرضى المنتشر حاليا رجل دين إيراني يا فر تعالوا نعرف مين هو رجل الدين ده وعمل إيه بالصبت وإيه اللي حصل أفدت وسائل إعلام إيرانية بهروب رجل دين إيراني أساور دجة في البلال وذلك على موقع تواصل الاجتماعي بعد أن ظهر في مقطع مصور متنقلا بين المصابين بالفيروس المنتشر حاليا مشجعا إياهم على استنشاق زيد معطر من النبي عليه الصلاة والسلام يشفي المصابين وفي التفاصيل صدرت مذكرة قضائية باعتقال مرتدى كوهنسال اللي هو رجل الدين يعني اللي هو إيراني ده كان اسمه يعني مرتدى كونسال المروج لما يعرف في إيران بالطب الإسلامي والذي كان يدور على المستشفيات ويعطي بعض الأدوية المعجزة للمصابين بالفيروس وكشف المدعي العام في مدينة إنزالي شمال إيران أن مذكرة اعتقال صدرت بحق الرجل الذي عرض حياة العديد من المرضى للخطر وكان هذا الرجل المدعي رجل الدين دوت الذي ادعى أن لديه علاج معجزة اطلق عليه عطر النبي عليه الصلاة والسلام ويعطى لأحد الشابان المرضى قبل أن يتوفقها الأخير بعد ذلك بتلات أيام ونشر مدعي التب هذا مقطع فيديو لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يزيل الكمامات التي يرتديها المرضى ثم يكون بفرق العطر تحت أنفهم زعماً أنه سيجعلهم يعتصون ويشفون من الفيروس الذي حصد ألاف في البلاد وكانت عدة أحداث متشابهة حصلت في البلاد في الفترة الأخيرة فقد زعم أحد الشخصيات الذي بات يعرف على موقع تواصل الاجتماعي باسم أبو الطب الإسلامي في إيران الأسبوع الماضي أن إسقاط زيت القرع المر في الأذنين في الصباح سيمنع الإصابة بالفيروس نهائياً الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوبأ أو الجائحة وبأسوأ أزمة صحية تواجه العالم طبعاً يا حبيبي إذا ما إحنا شوفنا كده أصلاً يعني مش المفروض إن إحنا أي حد كده نصدقه أو مثلاً يعني دهم مدعين الإسلام يعني بيقول عن نفسهم إنهم رجال الإسلام ورجال دين والكلام ده مش أي حد طبعاً يصدقوا بالذات يعني مفيش تلاعب ولا حاجات من دية في المرض الخطير ده ربنا يا رب يستر كده علينا جميعاً وطبعاً قلتلكوا الخبر ده يا حبيبي عشان تحرسوا تقدوا بالكم إن في ناس كتيرة بيعملوا إشعاعات يعني حاجات كتيرة بالذات في الوقت اللي إحنا فيه ده خلي بالكم طبعاً من الكلام ده كله كذب وأي كلام وشوفكم على خير يا رب وما تنسانش بقى فلاقيقات وشير وسبس كريب وعشان إن شاء الله يصلكوا مني كل جديد كل فيديوهات يصلكوا على طول أول بأول شوفكم على خير يا رب مع السلام